وعلى قدر الثقة المتبادلة بين القائد والجنود تكون قوة نظام الجماعة وإحكام خططها ونجاحها شوف ارجع إلى النظام شوفت هذه النظام مش المقصود الدعوة مقصود النظام والتنظيم يقلط هذا دائما في كل كلامية ونجاحها في الوصول إلى غايتها وتغلبها على ما يعترضوها من عقبات فأولى لهم طاعة وقول معروف والقيادة في دعوة الإخوان حين يرجع إلى الدعوة يقول لك دعوة مش تنظيم الإخوان القيادة في الدعوة حق الوالد بالرابطة القلبية زي في الصوفية مع أنه الرابطة كلمة الرابطة هذه مستلح في نقشة باندي بس هو قصده إيش؟ الرابطة الحيوية البيولوجية الإبن وأبوي وإلا الرابطة السلح صوفية حق الوالد بالرابطة القلبية والأستاذ بالإفادة العلمية والشيخ بالتربية الروحية والقاعد بالحكم السياسة العامة الله أكبر قال لك القائد الإخواني طبعاً في هذه المرحلة أكبر قاود هو أنا إلي عليك مثل حق أبيك وحق معلمك وحق شيخك في الطريقة وحق قاعدك إيه في الكتيبة والثقنة كلهم مرة واحدة إلي أنت تعطينيها أنا ليش طب إيش أنت بتمثل أنت إيش مش معقول قلت لك فيه استحواذية مخيفة هنا فيه استحواذية مش طبيعية ودعوتنا تجمع هذه المعائرة على إيه الإحاطة والجمعية شفت ودعوتنا تجمع هذه المعاني هو جوابنا نحنين بقول لي أنا هيك منطالب كل الشغلات هذه بس أنت مولدني بالله بصراحة قال لك أنا صح أنا مش أبوك الحقيقي بس عندي الحق زي تبع أبوك كمان الربطة الغلبية لا إله حي الله ليش قال لأنه دعوتنا تجمع كل هذه الشغلات إحنا في عنا جانب عسكري عنا جانب تعليمي إفادي عنا جانب تربوي عنا جانب إرشادي صوفي روحاني عنا كل شي عنا فعشان هيك أنا كل الحقوق هذه عليك إيش ظلل لي أراحل شخصيتك مسح كامل تثق والطيع بالكامل عجيب مستوى جديد من الشمولية أيضا هايو والثقة بالقيادة هي كل شيء في نجاح الدعوات ولهذا يجب أن يسأل الأخ الصادق نفسه هذه الأسئلة شوف الأسئلة يتعرف على مدى ثقته بقيادته واحد هل تعرف إلى قائده من قبله ودرس ظروف حياته هل اطمأن إلى كفايته وأخلاصه هل هو مستعد لإعتبار الأوامر التي تصدر عليه من القيادة في غير معصية طبعا قاطعا لا مجال فيها للجدل ولا للتردد ولا للانتقاص ولا للتعوير مع إبداء النصيحة والتنبيه للصواب شوف العبارة هذه قال لك في غير معصية موهمة تكفيش يا شيخ حسن عشان تحترس بها تسمو الاحتراس والاحتراز في البلاغة لا تكفي تعرف ليش؟ لأنه ليس لازم ما تأمرون بها أن يكون معصية بس يكون فيه مندوحة للنظر فيه خمسين ألف اجتهاد وأناقش كفيه وأاخذه وأعطي وخاصة إذا فيه تفاوت علمي يعني أنت ممكن تيجي يتناقش يا شيخ بنا واحد من تلميذك فقيه دستوري يكون هو أنت لم يكن لدي شيء في الفقه الدستوري ما تذهب معي يا شيخ بنا تتكلم عن حين في الفقه الدستوري ممكن واحد يا شيخ بنا من تلميذك في الدعوة في التنظيم الخاص يكون عنده دراسات عليا دكتوراه أو مبعض دكتوراه في الجيو بولوتيكس مثلا ما تريدك تناقش؟ ما تذهب معي يا شيخ بنا ليس القضية مرهونة انهطاعة ومعصية مرهونة أيضا ساعة العلم وساعة الدراية يا شيخ حسن شوفت ببسط الأمور هو هو فقط يفتح لك طريق الطاعة والثقة الكاملة وخلاص تعال هنا وسلم مثل ما قيل للدكتور عبد الله النفي سائل وهذا كان إخوانيا سابقا تركهم من فترة طويلة مستحيل طبعا شخصية زي هذه وقرأ في بريطانيا وسياسة وكذا ليستحيل أن يبقى هكذا على فكرة مستحيل أي واحد يحترم نفسه عنده فكرة عنده علم حقيقي يبقى هكذا فالمقطع اللي صرت مقترب سويا ممكن ثلاث مرات في آخر شهر هاي موجود عنت مسكين وبرضه قائد في القيادة العالمية لإخوان المسلمين وبتكلم معي عبد الله والله عيب كمان يعني اسمه دكتور هو وبروفسور جامعي ما اسمه عبد الله على فكرة هذا كمان كانت لا تعجبون وما زالت في الإخوان المسلمين ماذا كنتوا صغيرا يسقطون اعتبارات الناس باسم الأخوة الأخ سميح كذا ما أخ سميح هذا بروفسور في الجامعة اسمه البرفسور كله الأخ البرفسور الأخ سميح الأخ سعدان سعدان هذا جراح كبير أنت فهمت علي الأخ فلان هذا إنسان حافظ كتاب الله بالقراءة الأربعطعش يا حبيبي أنت مش عارف تكرار جزء عنا كله يسقط تحت أي الأخ وفعلا وبسدقوا حالهم على فكرة أنه استوت الرؤوس بكلمة إيش أخ 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 النبي علمنا الحمد لله أنه في عند رسول الله ليس حسن البنة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الشخصية الكاملة التامة الحقيقية اللي لا يمكن تجد فيها مطعن بفضل الله وهو القائل أنزلوا الناس منازلهم أكرموا كريم قوم قوموا لسيدكم صح هذا الرسول هذا الرسول عظيم علمنا بكل تواضع نتواضع للناس ونعطي كل واحد قيمته ليس بكلمة أخ نساوي بين رؤوس الناس وبعدين تجي تقول لي إيه ومهما عالت منزلتك وعندك ألقاب وعندك شهادات وكذا أنت أقول ليش يا حبيبي إسقاط الناس عشان علي ساسي يعني إيش المعيير في إسقاط الناس هذه المهم طيب هل هو مستعد لأن يفترض في نفسه الخطأ في القيادة وفي القيادة الصواب عفوا هل أنت مستعد أنك تفترض أنك أنت تغرض دائما والقيادة دائما هي على صواب لا مش مستعد طبعا ليش طب ليش ولو ليش مستعد ليش مستعد يا سيدي هذا قيادتك المحيطة الجامعة ليش أنت مش مستعد حتقولي أنا غير مستعد شرعا ممكن أكون مستعد مجامرة إلى كيكة بس شرعا غير مستعد والجواب واضح ليش ليش غير مستعد أن أفترض في قيادتي دائما الصواب وفي نفس الخطأ لأن قيادتي ليست معصومة في عندنا نبي واحد معصوم صح أو لا انتهينا كفا لعبا على الناس لا لست مستعدا لست مستعدا لو قال حسن البنة رحمة الله عليه هل أنت مستعد أن ترجح أن عظم أو أغلب أو معظم قرارات وتوجيهات قيادتك صحيحة أقول أه مو عندي استعداد أنه معظمها إن شاء الله إذا كنت أثق في كفاءته وحلمه وعقله أنه معظمها إن شاء الله سبعين في المئة بتكون صح ثلاثين في المئة مجال أخذوا رد صحيح معقول كلام هذا بس ما تقول ليش مستعد أني أفترض الخطأ في نفسي والصواب فيه دائما ليش ليس معصوما لو كان نبي أهل وسن طبعا وعلى فكرة لو كان نبيا لو كان نبيا هاي الموضوع قابل للنقاش شوفنا اليوم شوفنا الصحابة كانوا عندهم هذه القاعدة فيما يوحى إليه ففي نقاش ما في كلام طبعا تبت أن تنقش على الله يعني يوحى إلي معنها كلام رب العالمين هذا في اجتهاداته الدنيوية كانوا يشوفون أنه غير ملزمين وهذا مجال أخذه رد شفته حسن البنك لك لا بدك تفترض هل أنت بتفترض لا بفترضش لا ما بفترض لنا غير معصوم والقائد البعدي غير معصوم وأي قيادة إخوانية غير معصومة لأي أفترض فيها ليش افترض في نفسي وزي ما قلنا إذا كنت أنا فقيها دستوريا مثلا ها ولا سياسيا مثل عبدالله النفيزي أستاذ سياسة بروفزور وأميري ما شاء الله بعرفش قالي بقى سياسة ليش افترضه أنه فهم كل شيء لو مش فهم أبحاج بصراحة لازم هذا أمير ينقلب هنا تلميذا لي ويثني ركبتيه بين يدي يتعلم قيادة مني مزبوط مشعير هل هو مستعد لوضع ظروفي الحيوية تحت تصرف الدعوة وهل تملك القيادة في نظره حق الترجيح بين مصلحته الخاصة ومصلحة الدعوة العامة الله أكبر في مصر استمعت من شباب أيام الثورة وبعضهم ترك الجماعة قال لي غير مسموح لنا أن نسافر مسافات طويلة أعتقد تسعين كيلو إلا بعد الإذن من القائد ممنوع تسافر ممنوع تأخذ إذن هاي ياسل يقول لي آه أخوان غزة إلى الآن ممنوع أيضا غير غير مسموح لك أن تتزوج بمن تشاء عموما بزوجوك أخت لازم الجماعة حتى زواجي يا أخواني قال لي حتى زواجك يا أخ أيها الطائع العبد الصغير هم شوف هذه الأسئلة كلها أسئلة الاستعباد ممكن سميها الشيخ اللي بنا هو أسئلة الاستعباد طبع عملها تحت بندو الثق قال هل أنت هل أنت لا مش أنا أنا ومش كله بصراحة كل هذا أنا ضده ما هذا بدك تستعبدني ليش ليش يا رجل والله النبي حتى ما أعطى نفسه لحق هذا النبي ما تكلم باللغة هذه النبي ما تكلم ومساحة الحرية لأعطاها النبي للصحابة والمنافقين كمان مرعبة والله لو بدك تعمل خطة بس عن حرية المنافقين في المجتمع الإسلام النبوي انتها تنذهل وما تستناش الخطة هذه مني روح الليلة هذه اقرأ القرآن أني أبدأ اقراء وتشوف الله أكبر اتآمروا على المسلمين اتكلموا في النبي سخروا من النبي سخروا من آيات الله اتكلموا في عرض النبي اتكلموا في أمنة النبي أرجفوا في المدينة نشر أشعات اللعينة ما خلوا شيء ولا مرة قاتلهم ولا قتلهم ولا علقهم أبداً أبداً يعفو يصبح يمشي 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 مجتمع في حرية حقيقية حرية حقيقية وإخواننا هذو الإخوان المسلمين تكون إخوانياً ثلاثين سنة أربعين سنة خمسين سنة تخالف في مسألة واحدة تتجمد عضويت وتطلع بطلع في كل عيوب الدنيا لا تبقى لك حسنة واحدة ويبدأ حرب بالإشاعات عليك في داخل الجماعة ومعروف هذا من أيام الشيخ الغزالة وغيره المهم في البند ثماني وثلاثين أن تعتبر نفسك دائماً جندياً في الثقنة ينتظر الأوامر ما هي الثقنة؟ أين عايشنا؟ ما حتى الجيش خدمة ستة شهر في النفسة بالروح سنتين كذا بالروح ما حصل البنة طول حياتك أنت جندي في الثقنة وإذا أنت تقبلت الفكرة هذه أن أنا عسكري ها تتقبل دائماً تتلقى الأوامر وتسكت لأنك عسكري شو هذا؟ أين عايشنا نحن يا جماعة الخير؟ ثم يجمل البنة تعليمه في خمس كلمات من بينها الجندية حياتهم هيك ويقول أيها الأخ الصادق هذه مجمل لدعوتك وبيان موجز لفكرتك المهم ثم يقول إيش عاد ممكن تجمحها كلها في خمس كلمات أقرأ البساطة التلاوة الصلاة الجندية والخلق فأخذ نفسك بشدة بهذه التعليم وإلا فأفي صفوف القاعدين متسع للكسالة والعابثين تحاول يثير فيك الهم الاستعبادية هيك خليك عبد كامل إلنا وألا أنت تطعى أحد عابث وكسول لا عابث ولا كسول بالعكس جدي ولكن أقول أن أعيش حرا كما علمني الله ورسوله أريد أن أعيش بحريتي أريد أن أعيش بكرمتي بإنسانيتي لا إله إلا الله شايف كيف هذا هو على كل حال شكرا